وفي إطار الجهود المتواصلة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في فلسطين أطلقت الجمعيات النسوية الفلسطينية فعالياتها ضمن الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة حيث ركزت على قضايا الاعتداء عن النساء في المجتمع وقضية الأسيرات داخل سجون الاحتلال أمن النساء استحقاق وطني حقوقي بهذا الشعار أطلقت الجمعيات النسوية الفلسطينية في مختلف مناطق فلسطين التاريخية حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الداخلي أو العنف من قبل الاحتلال ويأتي التركيز هذا العام على قضية الأسيرات داخل السجون في هذه الحملة سنصلت الضوء على كل الانتهاكات الواقعة على النساء الفلسطينيات في الحيز العام وسنناضل ونضع برامج عمل من أجل لا تنتهي حملتنا في 16 يوم وإنما تبدأ في 16 يوم لتحديد ما هي برامجنا خلال العام التي سنعمل عليها في هذا العام من أجل إنهاء العنف السياسي المصلط على النساء يعني في مناطقنا في الضفة الغربية وقطاع غزة لغاية الآن ما زلنا نطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف نقول بصوت عالي هو قانون لحماية النساء والأطفال شهادات حية على واقع الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الاحتلال انتهاكات إنسانية تعرضت لها أكثر من 15 ألف أسيرة تم اعتقالها منذ العام 67 بينما تقبع اليوم 32 أسيرة في سجن الدامون الاحتلالي من هنا 16 يعانين سياسة الإهمال الطبي هذه السياسة الجديدة سابقاً للأسيرة بعد اعتقالها إما كانت تنقل لمركز التحقيق أو لسجن الأسيرات مباشرة الآن بجري نقلها لما يسمى المعبار وهو محطة انتقالية بين السجن وبين يعني بين الاعتقال وبين إنها تنتقل للسجن ظروف المعبار طبعاً هلأ الأسيرات بجري نقلهم لمعبار الشارون معبار الشارون الظروف فيه يعني غير إنسانية بالمطلق لا يتوفر أي يعني ما فيش مثلاً فيه فرشة بتكون جلد ما فيش أغطية ما فيش شامبو للإستحمام وممكن تمضي الأسيرة شهر كامل يعني في داخل المعبار ما فيه ملابس اللي تقدر الأسيرة تغير ملابسها الطعام رديء جداً بجري احتجازها مع أسرق مدنيين وأحياناً بيكونوا إسرائيليين إلى جانب يعني في غرفة العزل إلى جانب الأسيرة عنف مزدوج تتعرض له النساء على مستوى فلسطين التاريخية أقصوها من كبر الاحتلال فبشكل عام قوانينه تضمن الحماية للنساء من العنف عدى النساء الفلسطينيات تحديداً في الداخل المحتلة بحيث أن شرطة الاحتلال تتغاضى عن جرائم قتل النساء ما يؤدي لزيادتها بشكل سنوي من مدينة رامال المحتلة حمد حسين رؤيا